فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية إذا كان التشبه في أمر الشرك فهو أشد أنواع التشبه كلبنا على القبور والاستغاثة بالأموات وكل هذا إذا كان التشبه يدخل في الشرك فهو أشد المحرمات أو كان يدخل في البدعة فهو أيضا محرم شديد التحريم قال وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء في ذلك موعظة لكل مسلم أن يتقيد بشرع الله وأن لا ينخدع بأنظمة الكفار وما عليه الكفار لأن ديننا ولله الحمد دين كامل لكن يحتاج إلى تنفيذ يحتاج أولا إلى معرفة وتعلم ثم يحتاج إلى تنفيذ فإذا نفذ على علمه على بصيره فإنه لا يضاهيه أي نظام وأي شرع حتى الشرائع السابقة لا تضاهيه لأنه أكمل منها وأتم منها وأوفى منها الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة وأن يحتفظوا بها وأن لا ينخدعوا بأنظمة الكفار أو عوائد الكفار فيريدون أن يجلبوها إلى المسلمين وأن يغيروا أحكام الشريعة يبدلوا نعمة الله الكفر يظنون أن في هذا رقيا وحضارة وتقدما ترجمة نانسي قنقر